صباح الخير او مسائل الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه معاكم سايمان عطية والنهاردة هقولكو استر لون الرمون يلا مع بعض انتوفها هنعمل ايه اول حاجة لماعي الرمون غسلته كويس جدا وقدت ان انا قطعته نصين كده وفيه تقطيعه طبعا سهلة نزلتها قبل كده في فيديو تاني ده هنا بعمله كده بالشكل ده وابدا ان انا افرطه كده فاي حاجة كبيرة كده لان انا كده كده هخسله تاني اهو هبدأ ايد عليه الحنفية وهشتفه مرة واثنين وثلاثة واي بقايا من الكشور ارميها خالص تمام جبت بقى كل الكمية معايا بالشكل ده طبعا بعد ما فرطته نقعته طب نقعته في ايه هقولكو كل حاجة ده طبعا شكله من غير الفلاش نعريكو الرمون اصلا ابيض اه تمام بس انا عايزة اخليه احمره في نفس الوقت عمو حلو اعمل ايه جبت كركديه وانقعته في مية تمام وصفيت المية بتاعته والحتة دي للاسف اتشالت وصفيت المية بتاعته وبدأت ان انا احطها في قلب الرمون بالشكل ده تمام حطيت بقى السكر حسب ما انت بتحبي السكر معاك تمام ممكن بقى تحطي شربات رمون وكمان في ناس بتحط دي بس رمون وكمان في ناس بتحط بانجر وفي ناس بتحط مية البانجر او الكركديه او دي بس رمون او شربات الرمون تمام انا استكفيت بكده خلاصه تمامه زي الفل مش قادر اقول لكم ان هو طعم حلو جدا زي المحلات وكمان في ناس بتحط عليه الجيلي الفراولة وكمان في ناس بتحط عليه سيروم وكمان في ناس بتحط عليه لون بس انا استكفيت بلونه الطبيعي وكمان حطيت الكركديه مفيد جدا جدا طعمه حلو قوي 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 هجيب بقى كوباية كده كبيرة ازاز وهبدأ ان انا اعبي به شايفين الرمون اصلا الحباية بتاعته هي الحباية بتاعته بيضة تمام في ناس بقى كمان بتعمل ايه بتاخد حبة رمون وتضربهم في الخلاط وتصفيهم كويس وتنقع الحب البرتقان فيه انا بقى عملته بصراحة بطريقة سهلة وبسيطة وكمان القافيهات بيعملوه بنفس الطريقة دي جبت الكركديه نقعته او تغليه وتسيبيه لحد ما يبرد خلص وبعدين تنزلي عليه على على حبات الرمون بالشكل ده جبت بقى اطباق كده وهقول لكم هنعمل ايه اجيب بس كده الكوباية الازاز اللي انا عملتها في طبق كده وهبدأ ان انا اجيب الكوباية وقدمها طبعا بقى شلمو كده ومعلاقة صغيرة وبتاقي كله جبت هنا طبعا القمع وبدأت ان انا انزل فيه او صفي فيه المية لان انا حطيت فيه الحبات الرمون وبدأت ان انا انزل بالشكل ده مش هادر اقول لكم جد حلو جدا جدا طبعا دلوقتي سعره مش غالي قوي وكمان متوفر جدا في السوق وده الموسم بتاعه يعني متوفر بشكل غير طبيعي حلو قوي 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 ومفيد لكل حاجة في الجسم يعني حلو جدا اهو شايفين الشكل خطير يبقى بدل ما تشربوه في القافيهات وانتو طبعا مش ضمنين هم حاطين ادوات صناعية ولا اي حاجة فيه انتو عاملين بجودة حلوة وكمان بطعمة احلى وكمان لو انتو حابين بقى تقدموه زي القافيهات كده بالزبط تجيبوا كوباية البلاستيك وشليموه كده او شفوتها وبدأ ان انت حطي لطفلك فيه وكأنك جاباة من برا اوفر وانضف واحلى مليون مرة من الجاز على الاقل انت غسلية مرة واتنين وتلاتة وبره انت مش ضمنة معمول ازاي شايفين شكله حلو جدا وموفر جدا جدا على انت بجيبير خيص وكمان بتعملك كمية حلوة جدا بلاش تخزنوه في الفريزر لجماعة ناسا بتقول بنخزنوه في الفريزر بلاش بيبقى طعم وحش جدا جدا لو انت حابة ان انت يتقطعيه وتفرطيه كده وتكليه بتحطيه في كيس بلاستيك في التلاجة بيقعد معاك من اصبوع يعني ايه من سبعة تيام لعشر تيام في التلاجة ما بيحصلوش اي حاجة اهم حاجة تحطيه في كيس ومحكم الغلق وتقفلي عليه بدون سكر بدون مية بدون اي حاجة خالص وكل لما بتيجي تستخدمي بتروح مقدميه في الكوباية وتروح محلي ايه? هيا ده يكون الفيديو خلاص معيه قبل ما اختم معاكو لايكو يشيرو مشاركيه كتير اقوي شجعوه نشان نازلو صوت اكتر واكتر شوفوا شاكم بخير وباي باي